بعد هدوء نسبي تشتعل المعارك مجدداً على الأسوار الجنوبية لمدينة مارب هجمات جديدة لميليشيا الحوثي هذه المرة في جبهة ذنة والمواقع المحيطة بها وفي جبل البلق على الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة حيث احتدم على إثرها قتال عنيف بين مسلحي الميليشيا وقوات الجيش معززة برجال القبائل رافقه قصف عنيف ومتبادل وغارات للتحالف السعودي الإماراتي دفع الحوثيون بأنساق متعددة إلى جبال البلق في محاولة تأتي امتداداً لمحاولات متكررة باءت بالفشل أمام صلابة دفاعات الجيش والقبائل وزارة الدفاع أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي في الجباهات الجنوبية للمحافظة وتدمير خمس دوريات عسكرية بينما تشير المصادر إلى أن ضراوة المعارك خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي وقوات الجيش التي تمكنت من دحر المسلحين الحوثيين من بعض المواقع التي تسللوا إليها وسط استمرار المواجهات بين الطرفين أمام عجز الميليشيا المتواصل تلجأ كعادتها إلى تعويض خسائرها بقصف الحياء السكنية ومخيمات النازحين هذه المرة أقدم الحوثيون على قصف مخيم الحمة بصاروخين باليستيين أوقع عدداً من الجرحى من النساء والأطفال منذ مطلع العام الجاري أعلن الحوثيون إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على مارب ومنذ تلك اللحظة تشن الميليشيا هجمات واحدة بعد الأخرى على محاور القتال الممتدة من الغرب إلى الجنوب إلا أن محاولاتها فشلت في تحقيق اختراق باتجاه مركز المحافظة هجوم الميليشيا الجديد في المحافظة الاستراتيجية المتزامن مع قرب انتهاء العام 2021 يؤكد أن الميليشيا ومن خلفها إيران تحاول تحقيق انتصار عجزت عنه منذ عام فقد عادت بالألاف من مقاتليها جثة وآخرين تناثرت أجسادهم في صحاري مارب إزاء ذلك كله تبخرت الدعوات الأممية والدولية للحوثيين بخفض التصعيد والدخول في مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية وتلك مهمة تبدو بعيدة المنال أمام ميليشيا لا ترى مستقبلا لها إلا في استمرار الحرب والزج بمقاتليها في محارق الموت ترجمة نانسي قنقر